بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا أما بعد فعشرة نسوة يقتحمنا مكة ويدهبنا ذات اليمين وذات الشمال ويدخلنا كل بيت لكن بيتا إذا دخلوا إحداهن فرت من هذا البيت ولم تلتفت من هؤلاء النسوة وما هذا البيت الذي يفر منه الجميع أما النسوة فهن من بني سعد نساء كنا يأتين ليبحثنا عن الأطفال الذين يحتاجون إلى الرضاعة فيحتاجون إلى هؤلاء الأطفال يذهبون بهم إلى البوادي يستفيدون ماليا من آبائهم وأمهاتهم لكن ذاك البيت كان فيه يتيم قد فقد أباه وهو جنين في بطن أمه أن لهؤلاء النسوة أي أخذنا هذا اليتيم فلن يجدنا تلك المساعدة من أب هو مفقود هذا اليتيم هو محمد صلى الله عليه وسلم فالنسوة وجدنا أطفالا فأخذوا هؤلاء الأطفال وغادروا حليمة السعدية أخذت تبحث فلم تجد أحدا هذا اليتيم زهد فيه الكثير فأرادت أن ترجع بلا طفل لكنها قالت إنه أمر معيب أن أعود لديار بني سعد ولم يكن معيها طفل طفل فاضطرت أن تأخذ هذا اليتيم اضطرت وما علمت أنها حملت بين يديها أعظم إنسان على وجه الأرض يعني الشيخ ليست عن قناعة في البداية ليست عن قناعة اضطرار أخذتها اضطرارا حتى لا يقال عادت صويحباتك بأطفال وأنت لم تعود بأحد يا الله أخذ هذا لعلي أعطيه شيئا وإن لم أضفر بمال وفير على أقل الأحوال حتى عيش جانبا نفسيا أرتاح فيه أنني أخذت طفلا وعدت إلى دياري يا الله أخذت هذا الطفل في بداياته المبكرة لتتفاجأ وهي التي قد جاءت بأخيه من الرضاعة بعد ذلك أتت به إلى مكة وكان يبكي هذا الأخ الطفل الصغير لأنه لم يجد حليبا في ثدي أمه بالإضافة إلى أنهم جاءوا مع شارف ناقة مسنة لا حليب فيها فجاءت حليمة معها زوجها ومعها طفلها الصغير إلى مكة طفل يتضور جوعا لا يجد حليبا في ذدي أمه أبو النسكين وقف عاجزا شارف مسنة ناقة كبيرة لا حليب فيها فكان الأمر المفاجئ حينما حملت هذا الطفل الصغير اليتيم فإذا بثديها يتحلب يجتمع الحليب في ثديها ترضع هذا اليتيم ترضع محمد صلى الله عليه وسلم حتى شبع ورضع معه أخوه ذهب الأب إلى الناقة المسنة فإذا بالحليب يتجمع فأخذوا ينظرون إلى أمر باستغراب حتى قال الحارث زوج حليمة والله لقد أتيت يا حليمة بنسمة مباركة يا الله والعجيب أنهم أتوا أو كانت حليمة راكبة على أتان أنثى حمار مسنة لما قدموا إلى مكة وكانت تتأخر لكون هذه الأتان بالكاد تمشي فتضطر الصويحبات أن تظرنا حنيمة حتى تصل إليهن فانزعجوا من تأخرها وهي على أتانها لكن الأمر أصبح معاكسا لما حملت النبي عليه الصلاة والسلام بين يديها وركبت الأتان فإذا بالأتان تكون في مقدمة الراكب إذن هذا اليتيم هو أعظم يتيم على وجه الأرض هو خير الأنبياء والمرسلين حليمة ما علمت بهذا ويتمه صلى الله عليه وسلم هي إشارة لكل يتيم أنه بإمكانك أن تكون عظيما فنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك والعجيب وهنا تستغرب حينما تنظر إلى أبرز الأنبياء كانوا أيتاما أولو العزم من الرسل عيسى عليه السلام ولد بلا أب يا الله أمه مريم البتول عاشت يتيمة موسى عليه السلام حينما تأمل قصته في القرآن لا تجد ذكر لأبيه تجد ذكر لأمه ولأخته قصي لكن الأب لا تجد له ذكرا حتى قيل أنه عاش يتيما فأبرز الأنبياء موسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم كانوا أيتاما ثم كانوا عظماء فهم الذين غيروا مجرى التاريخ والعجيب أننا وجدنا ثلة كبيرة من الأيتام مضوا على سيرة هؤلاء فكانوا عظماء لأن البعض قد يقول هؤلاء أنبياء ورسل الله عز وجل صنعهم على عينه ليكونوا أيتاما وهنا نأتي حينما نتسأل لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فتجد أنه أصبح لا يعتمد على مجد لأبيه أو يتكع عليه فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه وقل مثل ذلك عن موسى وعن عيسى فالبعض قد يقول هم أصبحوا أنبياء لكن وجدنا حقيقة من الأيتام بعد ذلك من أصبح عظيما وليس نبيا ولا رسولا ترجمة نانسي قنقر أوه ノ